بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الوحيد الخراساني يؤمن برب لا يعرفه ولم يرى له أثرا في الحياة أو الخلق يستند الشيخ محمد حسين الوحيد الخراساني أستاذ ألم الأصول في حوزة قم في محاولته لإثبات وجود الإمام المهدي الغائب محمد بن حسين عسكري الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثنى عشرية والذي يزعم أنه ولد في منتصف القرن الثالث الهجري وغاب منذ ذلك الحين ولا يزال حيا إلى اليوم وسوف يظهر في المستقبل هذا الشيخ يستند إلى أحاديث ضعيفة أو موضوعة مثل زيارة الجامعة والناحية ودعاء الندبة وزيارة ياسين وما إلى ذلك من تراث الغلات فهو مثلا يستند إلى فقرة في دعاء يرويه أثمان بن سعيد العمري أحد أدعياء السفارة الخاصة أو النائب الأول على أساس الإمام الغائب وهي هذا الدعاء هو اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني ويتخذ من هذه العبارة حجر الأساس في تفكيره الأسطوري إذ يعلق عليها بالقول في كتابه مقتطفات ولائية هذه كلمة محفوفة بالأخطار وقبل البدء لابد من التنويه إلى أن المسألة من الأهمية بمكان بحيث إنها خارجة عن إطار قدرات وإمكانية أمثالي وأمثالكم يعني لا أنا أقدر أفتهم ولا أنتم تفتهمون فالقضية هذه كل شيء غامضة إن الموضوع هو معرفة الحجة لا معرفة العبادات والمعاملات الشرعية ولا معرفة الصحيح والأعم هذه مصطلحات أصولية يعني ولا معرفة البراءة والاشتغال قواعد أصولية فهذه يمكننا أن نليجها بإقدام ونبحثها دون وجل أما في هذه الأبحاث بحث موضوع الإمام مهدي يعني فنحن ندخل بخوف ورهبة إذ لا أهلية لنا ولا كفاءة ما نقدر أصلا ما نقدر نبحث الموضوع فلا مناصة من أن نقول اللهم معرفني حجتك إن معرفة حجته شأن أكبر من أن نبلغه وإحنا ما نقدر نفتهمه إلا الله يعلمنا ياه وهذه الأبحاث في حقيقة الأمر لم تنقح ولم تخضع للتحقيق كما ينبغي هذا كلام الشيخ الوحيد الخراساني في كتاب مقرطفات ولعية وهذا اعتراف منه بعدم امتلاك الأدلة الألمية الشرعية على وجود الإمام الثاني عشر الغائب المهدي المنتظر وصعوبة التعرف عليه والتأكد من حقيقته وهويته تصريح واضح يعني ولو بذل الشيخ جزءا يسيرا من حياته ونشاطاته الألمية لدراسة حقيقة دعوة وجود ولد الإمام العسكري لعرف أن الأمر من بدايته إلى نهايته ليس سوى فرضية فلسفية وأسطورة خيالية لا حقيقة خارجية لها وإنها لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة الثابتة ولم يعرفها الشيعة ولا أهل البيت حتى وفاة الإمام العسكري في منتصف القرن الثالث الهجري خاصة لو اعتمد الشيخ الخراساني على مناهج البحث الألمية الأصولية التي يعتمدها الشيعة والعلماء في الحوزات الألمية وصدق أقوال الإمام العسكري الظاهرية التي كان ينفي فيها وجود ولد له في حياته ورفض دعاوى الغلاة الباطنية الذين كانوا ينسبونها إلى أهل البيت ما يحلو لهم من دعاوى منكرة منكرة باسم التقية لو كان متبع المنج الألمي ما كان وقع بهالحيرة وهالغموض أنا لا أقدر أعرف ولا أنتم تعرفون ولا بإمكان أحد أن يفهم هذا الموضوع كما يقول بساطة كان أدرك أنا في شيء أسطورة وما له أساس ولكن مشكلة الشيخ الوحيد لخراساني وأمثاله أنه خلافا لما يوحي موقعه في الحوزة وتدريسه لعلم الأصول ينطوي على قدر كبير من السذاجة والتقليد الأعمى والاعتماد على أقوال الفلاسفة المنحرفين والمتكلمين والغلات الذين اختلقوا أسطورة وجود الولد الإمام العسكري وأنه عن الشيخ الوحيد لخراساني يكون نظرياته في معرفة الإمام أو الغلو فيه من خلال الأدعية الموضوعة والزيارات المختلقة والروايات الضعيفة والحكايات الأسطورية التي نزجها فريق من أصحاب الإمام العسكري بعد وفاته ودعا بعضهم النيابة الخاصة عن ذلك الإمام الموهوم يقول الوحيد لخراساني إن معرفة الولي الأعظم والسر الأكبر منوطة بأن يقحم العلماء وعندما أقول العلماء فلا أقصد الطبق الدنيا منهم بل أولئك الذين قضوا سدينة متمادية في معالجة القضايا الفكرية أن يقحموا أو يقتحموا مضمار التعابير التي جاءت في الأدعية والزيارات رحوا يقرون الأدعية والزيارات حتى يفتهمون الإمام المهدي موجود إلا ما موجود وأن يوظفوا أقصى قدراتهم وطاقاتهم العلمية لشرحي وتوضيحي تلك الكلمات اللي هم ما يفتهموها هو الشيخ البحيد وانا ما يقدر أفتهمه وبالطبع لو كان ذلك مقترنا بقلب عامر بالتقوى فالمأمول أن تفتح نافذة على المعرفة المسألة ما يقلاق بالتقوى إلا بالألم في قضية تاريخية ابحثوا فيها بالمناهج التاريخية وتأكدوا من أده وطبقوا قلب الرجال وقلب الأصول على هالكصص والرواية وأخيرا يعترف بالعجز وانطفاء سراج العقل يقول العقل يوقف في السعي لمعرفة الإمام ويقول إن النقطة الأساسية في معرفته أنه من هو هذا الإمام الحجة أو المهدي وماذا يكتنف ذاته هذا السؤال هذا النقطة الأساسية أنه من هو ومن عرفه وعندما يبلغ البحث في هذا الموضع هذا الشيخ الوحيد أخرى ثاني يقول فإن سرج العقول تخبو وتنطفاء توقف العقل يوقف يعني ما قدر أفتين شوف شلون أعتراف سريع في قضية ما بيها دليل يعني لأن قضية أسطورية ما بيها أي دليل طبعا عقلك يوقف ومع ذلك يقول أن الارتباط بالله سبحانه وتعالى متعذر ومحال إلا إذا تحقق الارتباط بالإمام بس أنت ما تعرف الإمام موجود لما موجود إذ يجب أن يتحقق الارتباط بمن به الوجود يعني الإمام حتى يتحقق الارتباط بمن منه الوجود هذه حقيقة الأمر شوف تون بالفلسفة راح وضيع نفسه ضيع نفسه وضيع الناس اللي وراء ولست أدري كيف يؤمن الوحيد الخراساني برب لا يعرفه ولم يره له أثرا في الحياة أو الخلق ولا يمتلك أي دليل شرعي على وجوده وولادته وكيف يشرك هذا الرب المجهول بخالق السماوات والأرض فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا يعلم بوجود هذا الإمام وربما كان الشيخ الوحيد الخراساني غافلا عما يخالط عقيدته بالله تعالى من الشرك بسبب الغلوب في الإمام المهدي والاعتقاد بأنه فاعل ما به الوجود أو إنه كما يقول رب الأرض أو إنه يغيث المضطرين في أي مكان ربما ظن منه أنه يقول ذلك لا بالاستقالة ولكن باستمداد القوة من الله تعالى هاي شبه اللي ضيعتهم ولكن كلامه يوحي باختلاط الحق مع الباطل ولعله إذا التفت إلى هذه الأمور الشركية المنكرة المناكبة لعقيدة التوحيد لاستغفر الله من كل ذلك فهو أنه شمال الله أصغف continue الله لكشور وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمن عظيمة وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ظلالا بعيدا وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومع للظالمين من أنصار ولذا نطلب من الشيخ الوحيد الخراساني أن يبادر إلى التوبة إلى الله وتصحيح حقيدته وأن يراجع خصوصا نظريته حول وجود الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري ويدرسها بأمق ولوسى عمره قريب جاوز المية يعني ويتأكد من الروايات التاريخية التي تتحدث عن ولادته واختفائه وإذا هو ما يستطيع أن يفعل ذلك فعلى تلامدته على قد أن يفعل ذلك وأن يبتعد عن الفلاسفة المنحرفين الذين نسجوا نظرية الفير واعتقدوا بوجود مساعدين الله تعالى في خلق الكون وإدارته الذين يعبرون عنهم بما بهم الوجود إلى جانب ما منه الوجود وهو الله عز وجل وتعالى جل وتعالى عما يشركونه ألوما كبيرا ونسأل الله أن يهدينا وإياه لما فيه الخير والصواب والحق ويعرفنا على صراطه المستقيم ودينه الواضح القويم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة